اشتركوا في القناة جلالته الجهود المميزة التي قام بها رئيس وعضاء وفد مملكة البحرين ومبذلوه من حرص لإظهار الصورة الحقيقية الناصعة والاهتمام الذي تشهده مملكة البحرين في حقوق الإنسان في كافة المجالات حيث عكس ذلك منقف مملكة البحرين الواضح لترسيق وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في كافة المجالات والأصعدة مؤكدا جلالته أن مملكة البحرين ستبقى متمسكة بإرثها التاريخي العظيم والذي يجسد كل معاني الإنسانية وقيم العدالة والحق والمحبة بين الجميع هذا وقد انتهت الدورة السابعة والعشرون للفريق العامل المعني بالاستعراض الدورية الشامل لحقوق الإنسان والتي انعقدت من الأول وحتى الثاني عشر من مايو 2017 من مناقشة تقارير 14 دولة في الجولة الثالثة لعمل الفريق العامل حيث كانت مملكة البحرين الدولة الأولى في تقديم واستعراض تقريرها الوطنية الثالث حيث حصلت مملكة البحرين على ثاني أقل عدد من التوصيات بين 14 دولة بعد مملكة فنلندا وقدمت المملكة الردود على كافة الأسئلة والمواضيع المثارة بشكل موضوعي وقانوني شاملة البيانات والمعلومات المتعلقة بتلك الأسئلة كما انتهت الدورة السابعة للجنة منهضة التعذيب والتي انعقدت من الثامن عشر من إبريل وحتى الثاني عشر من مايو 2017 حيث تم مناقشة تقارير ستة دول أطراف منها مناقشة التقرير الوطنية الثاني والثالث لمملكة البحرين بموجب اتفاقية المناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة وخلال اللقاء بجلالة الملك المفدى رعاه الله قدم معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية لجلالته أعضاء وفد مملكة البحرين برئاسته سعادة السيد عبدالله بن فيصل الدوسري مساعد وزير الخارجية والذي يضم ممثلي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والجهات الحكومية المتعددة بالإضافة إلى أعضاء السلطة التشريعية حيث أكد معالي وزير الخارجية أن النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعى قد أرسى مبادئ تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجتمع المدني ديمقراطي يسعى لتحقيق الأمن والأمان والتنمية والعدالة للجميع ويعتبر نجاح مملكة البحرين بالإشادات الدولية في تقديم واستعراض تقاريرها الوطنية الحقوقية أمام الآليات الأممية التابعة لمجلس حقوق الإنسان دليل واضح على مدى الالتزام بكافة المعايير الدولية والتي تجسد حرصة مملكة البحرين على نهج المصداقية والمسؤولية في مجال حقوق الإنسان وهي تسعى دائما على تكريسها في إطار مشروعها الإصلاحي والذي انطلق في عهد جلالة الملك حفظه الله ورعاه عنوانا لنهضة المملكة الشاملة